ويحدثونك عن زواج القاصرات ومنعه والسؤال من هن القاصرات ببساطة القاصر من كان دون البلوغ أما بعد البلوغ فإنه ليس بقاصر هذا شرعا أما قانونا أو وفق القانون الدولي وفق الوثائق والمواسيق الدولية أن كل من كان دون ثامنة عشرة من عمره فهو قاصر وهذا يناقض العلم الدقيق لأن كلمة بالغ يعني بلغ سن إنتاج مثله وهذا مرتبط بأجندة تتغير ودليل ما سأسوقه إليكم الآن فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة ينصف المادة السادسة عشرة على أن الزواج يكون بين المرأة والرجل وعلى أن ذلك يكون ابتداء من السادسة عشرة من العمر ها هو الاتجاه الآن نحو اعتبار كل من دون التمنتعشر سنة قاصرا وهذا أمر يخالف الإعلان نفسه ويخالف منظومة ميل الذكر للأنثى وميل الأنثى إلى الذكر فترى الذين يحاربون الزواج دون التمنتعشر سنة ولو بيوم واحد لا يحذرون ولو بتحذير واحد من ممارسة الزنا مع تلك التي هي دون الثامنة عشرة من العمر وترى هم يغدقون الأموال لأجل إقامة ندوات ومؤتمرات ومحاضرات للقول بأن كل زواج دون الثامنة عشرة اسمه زواج القاصرات ويدللون على ذلك بأن حوض المرأة لا يستوعب العلاقة الجنسية مع الرجل أما إذا كان هذا على سبيل الحرام من مصاحبة ومن فوضى جنسية ومن تزان فإنهم لا يتبرعون ولو بكلمة واحدة للتحذير من ذلك بل ينشرون الواق الذكري في القارات من إفريقيا إلى آسيا وهو كما ثبت أنه يقل حمل ولا يقل إز فتأملوا من هذه الحبكات التشريعية التي باتت مفضوحة اقرأوا معي جيدا إلى اللقاء